مرحبتين و جنالكو في احلى تطبيقات السفر مع السندباد اليوم بدنا نحكي عن اهم تطبيقات للمابس المابس طبعا شيء مهم خاصة انك نزلها اوفلاين قبل ما تسافل لانها بتساعدها كتير بالسفر والترحال اهم مابس انا بستخدمها اللي هي جوجل مابس و مابس مي طبعا برضو في دول لازم تنزلها مابس معينة او مخصصة مثل الصين لازم تنزلها باي دو ماب باي دو مابس لانها هي الوحيدة اعتقد اللي بتشتغل جوجل ماب ما بتشتغل غاد في مابات ثانية بس لازم تستخدم برضو اللوكل شو اسمه characters او اللغة المحلية اللي هي Chinese language عشان تعرف توصل للاماكن لانه الناس ما حتفهم بالانجليزي مثلا لما نزلت على فلسطين وجدت انه جوجل ماب ما بتشتغل او بتشتغل بطريقة غريبة جدا الكوفيرج تباها فطريت استخدم شغلة اسمها وازا وهو مرضو شرياء جوجل لكنه لازم تستخدمه اونلاين جوجل ماب فيه يعني الكل بعرف يستخدمه وشغلة سهلة بتروح على الوفلاين ماب زي ما انتو شايفينها وبتعمل سيلكت للارياز وتقدر تنزل اد ما بدك وتطلع اد ما بدك فري ازي مثلا دو نزل هاي المنطقة بعملها داونلود خلاص بعمل لي داونلود للماب وبعملها اوتوماتيك للاسف كتير عندي كان مشاكل بغض النظر عن الجهاز اللي نزلته ابل ولا اندرويد كان في مشاكل كتير في الجوجل ماب في اماكن كتير ما كان يجدها اوفلاين مع انه كان يجدها اونلاين ما بعرف ليش حاولت اتواصل مع ابل مع جوجل ما وصني رد منهم الى الان فكتير في حالات كنت اضطر اني استخدم الالترنتف ماب ااب وهذا اللي بدنا نحكي عنه اليوم زي ما انتو شايفين الان نزل الماب كلها الان صارت مفروض عندي هاي الماب اوفلاين و ايزي تويوز سيمبل بتحط المكان اللي راي عليه و مكانك بحدده اوتوماتيك ماب سمي او سيتي ماب هدول التنين الابات اللي كتير ناس بيستخدمها برضو الحلو فيها انها كلها اوفلاين بتقدر تنزل الماب اللي بدك اياه للمدينة اللي انت رايحها مثلا انا رايح نحكي بانكوفر وجد الاب بعمل لي داونلود للماب سيمبل اند ايزي خلاص وصلة الماب الان الحلو فيه كمان هون بنزل لك قايد يعني بتقدر تنزل قايد لمناطق هذا القايد برضو للمدن اللي انت رايحها مثلا سيتي وووك الاماكن انت رايحها كلها مثلا نحكي على سيتي وووك سايتسينج بعطيك بعض المدن اللي ممكن تنزلها طبعا هاي معظمها برو فلازم تدفع عليها بدك تشيك لبرايس هذه مهمة جدا الان فيه اب انا كتير بستخدمه اللي هو طبعا هو عبارة عن اب للابات تبعتها اللي هو لولي بلانيت لولي بلانيتس من الابات المشهورة اللي بعطيك very detailed how to travel to this place on a budget يعني على باقل الاسعار نحكي مثال بيجين بتعمله download للسيتي وهو بصير يعطيك كل اشي عن هذه المدينة اللي هو توريستيك اتراكشنز وطبعا لولي بلانيت يمكن اول الريلي ويب سايتس عملوها هلا طبعا اضطروا انهم يعملوا ابس عشان يستخدموها كانت كل كتبهم تنباع الان صاروا يستخدموها اه اه اونلاين على عن طريق الاب اه هذا مثلا الفوربيدن سيتي بيحكي لك على الاماكن اللي انت موجود فيها فاذا دخلت على الفوربيدن سيتي هولي الساعة بنزل للأسف ما نزلت بس هوم تدخل مثلا هوم بعطيك اسم السايت اللي انت موجود فيه مفروضي اعطيك صورة بعطيك الاماكن اللي انت موجود فيها it's very useful app للتراولرز فحبيت بس احكي لك عن هذي اللي هو لولي بلانيت والمابس اه ان شاء الله بتستمتعوا في رحلاتك والله يعطيكم الف الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة